مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة للا بلوس بالنسبة للنصائح اذا بدنا نعتبرها في كلمة نصائح بشهر رمضان المبارك هلا هي عمليا شهر رمضان مع الصيام اكيد صحي اكتر منه ضرري بس الفكرة وين هي انه بتكون التغذية الموجودة بالجسم الانسان المعود عليها بفترة رمضان من الصباح للعشية ستتبدل النظام لتنقلبها بالليل فعمليا هو فكرة الغزاء ستكون معوة لانه على الفيتامينات والبروتينات التي تأكلها بالليل ستتعوض لخصارات البروتينات التي تأخذها في النهار خصارات البروتينات التي تأخذها في النهار في ناس لا تفكر انه دائما بس بالغزاء الشمس بروتينا الهوى بروتينا حتى لو لابسين فولار الهوى يدخل يدخل اوتوماتيك موم من الفولار كيف مكان الفولار يدخل تعرض الشعر للشمس مرة مرة جيد جدا هو بالاحرى للهوى هناك تناقض مباني الشمس بتاعت البحر لما يكون اكسبوزي 7 ساعة و 4 ساعة و 8 ساعة او 5 دقايق في الهوى الطلق هذه تلعب دور هنا نأخذ روحانية من عند ربنا و فيتامينات طبيعية وهنا نكون نضر لانه نعطي اكثر من طاقت الشعر فقط في عملية المأكلة بالليل تركزه على المواد او الخضرة والفواكه وهي اللي بتكون فيها البروتينيات و الفيتامينات اللي بدأ تعود الخسائر اللي عم بيخسرها الكانة الشعر او الجلد لانه ده كله بلعب دوره اشتركوا في القناة